طبيب غريب كان سعيد يأكل الحلويات بكثرة ولا يغسل أسنانه كل يوم بالفرشات والسنون وفي ليلة من الليالي شعر بألم كبير بسبب درسه انتفخ حنكه وارتفع الدرجة حرارته وأخذ العرق ينزل من جبينه ماذا أفعل؟ أين أجد طبيب أسنان في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وبينما هو يهذي في فراشه برز الأرنب سمسم بنظارته الكبيرة وحقيبته الجلدية سمسم ما بك يا صديقي؟ سمعت أنك تنادي على طبيب أسنان فجئت مسرعا سعيد الحمد لله ستريحني من هذا الدرس أرجوك لا تؤلمني فتح سمسم حقيبته الجلدية وأخرج منها مطرقة ومنشارا ومقصا كبيرا وكماشة بقي سعيد مندهشا وهو ينظر إلى هذه الأدوات فقال لسمسم ما هذه الأدوات؟ ماذا ستفعل بها؟ لا شك أنك تمزح يا سمسم هذه أدوات نجار أو حداد الطبيب سمسم لا تخف سأنزع لك الدرس الذي يؤلمك اشتد خوف سعيد وزاد ألم الدرس يا إلهي ماذا سيفعل هذا الطبيب؟ أنا خائف عفز سعيد من السرير إلى الباب فإذا بأرنبين يمسكان به ويعودان به إلى مكانه أمام الطبيب سمسم الطبيب افتح فمك لا تتحرك سأنزع درسك بهذه الكماشة ولكن لابد أولا من استعمال المنشار والمطرقة أخذ سعيد يبكي ويتوسل للأرنب الطبيبي أرجوك هذه ليست أدوات نزع الأدراس ثم إن درسي لم يعد يؤلمني لقد ذهب الألم أنا كنت أمزح فقط سمسم الطبيب كنت تمزح أصمت ودعني أقوم بعملي كم من مرة نصحتك أمك بغسل أسنانك وكم مرة أوصاك أستادك داخل القسم بعدم الإكثار من أكل الحلويات سعيد نعم نعم أعترف بذلك لن أعود إلى هذا الأمر سأنظف أسناني بالفرشات والسنون بانتظام وضع الأرنب سمسم الكماشة على درس سعيد الذي ضل يصرخ ويصرخ بأعلى صوته ليستيقذ من حلم مزعج ويرتمي في أحضان أمه والعرق يتسبب من جبينه وهو يردد أين فرشاتي؟ أين السنون؟ طبيب غريب كان سعيد يأكل الحلويات بكثرة ولا يغسل أسنانه كل يوم بالفرشات والسنون وفي ليلة من الليالي شعر بألم كبير بسبب درسه انتفخ حنكه وارتفع الدرجة حرارته وأخذ العرق ينزل من جبينه ماذا أفعل؟ أين أجد طبيب أسنان في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وبينما هو يهذي في فراشه برز الأرنب سمسم بنظارته الكبيرة وحقيبته الجلدية سمسم ما بك يا صديقي سمعت أنك تنادي على طبيب أسنان فجئت مسرعا سعيد الحمد لله ستريحني من هذا الدرس أرجوك أرجوك لا تؤلمني فتح سمسم حقيبته الجلدية أرجوك وأرجوك منها مطرقة ومنشارا ومقصا كبيرا وكماشة كبيرا لديه أدوات نجار أو حداد الطبيب سمسم لا تخف سأنزع لك الدرس الذي يؤلمك اشتد خوف سعيد وزاد ألم الدرس يا إلهي ماذا سيفعل هذا الطبيب أنا خائف عفز سعيد من السرير إلى الباب فإذا بأرنبين يمسكان به ويعودان به إلى مكانه أمام الطبيب سمسم الطبيب افتح فمك لا تتحرك سأنزع درسك بهذه الكماشة ولكن لابد أولا من استعمال المنشار والمطرقة أخذ سعيد يبكي ويتوسل للأرنب الطبيب أرجوك هذه ليست أدوات نزع الأدراس ثم إن درسي لم يعد يؤلمني لقد ذهب الألم أنا كنت أمزح فقط سمسم الطبيب كنت تمزح أصمت ودعني أقوم بعملي كم من مرة نصحتك أمك بغسل أسنانك وكم مرة أوصاك أستادك داخل القسم بعدم الإكثار من أكل الحلويات سعيد نعم نعم أعترف بذلك لن أعود إلى هذا الأمر سأنظف أسناني بالفرشات والسنون بانتظام وضع الأرنب سمسم الكماشة على درس سعيد الذي ظل يصرخ ويصرخ بأعلى صوته ليستيقذ من حلم مزعج ويرتمي في أحضان أمه والعرق يتسبب من جبينه وهو يردد أين فرشاتي أين السنون